موسيقى 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 مرحب بكم مرة ثانية اذا انتم جدد اهلا وسهلا بكم بقناتي هالقناة نحكي بها بصراوي هاي اول شي ونسوي بها فيديوهات مال ميكياج مرح صوتين وصلتني شوية اغراب جديدة خليتها هنا وقلت ليش ما اجربها وياكم ونسوي لنا لوك وصلتني بالت كلش عاجبتني فاريد استخدم الالوان بها ايها اتصور على ورديات انتو هم مرات تقعدون من النوم تحسون نفسكم انو اليوم ما ادرش بيا اليوم قعدنا احنا ب ... اليوم قعدنا بالله اليوم قعدنا الساعة في الخمسة ونص لانه رواع عنده سفر فلازم يقعد من الصباح وقلت خطيئة يقعد ببحدة اوه صفي قلت خطيئة يقعد ببحدة فقعدته اياه كيوي تطفر عادة نتا العادة جاي بس استخدم الصفت اوكر باينت فوت من ماك عامل اخلي كمثبت فقعدت وطلع رواع وبعدين انا رجعت نمت اكيد لانه مال اضل قعدة والخمسة ونص واكمل اليوم كامل انا اتصور راح ابلش بهذا اللون اللي هو بالضبط بني على كراميل لون وراح اخليه على كسرة الجفن اوه شوف البيجميتيشن انا هاي البالت اول مرة استخدمها بس عندي غير بارد من كلارا كوزمتكس كلش تعجبني بس هاي الالوان او ماي دود متجنن ثاني لون راح اخذة راح يكون هذا اللون اللي هو مثل الوردي بس بس راح نبني شوية شوية طبعا هزا تشوفون شعري بعد عدل بدا يكفوش بدا تشوفون الطبع ضبط ربع ساعة ربع ساعة راح يكفوش شي احب اسوي انه دائما اخلي الفرشة اللي استخدمت بها اول لون يمي على متقدر بسرعة ادمج كلشي ادمج كلشي بطريقة سهلة اذا احتاج راح اكمل بنفس اللون بس راح اخذه على هيتشي شيدر بروش تجي شوية فلافي واضيفة يعني شوية ابني اقوي اكثر هسه راح نستخدم هذا اللون اللي هو وردي على نفسه جهي كلش بري تونز وهذا اللون راح يجي تحت اللون الثاني راح اخلي اول شي الطرف العين وبداية العين اول ثلاث وبعدين نسوي لها الكنكت انكنكن هين وندمجه وي اللون الوردي الفوغ راح اخذ فرتشة دمج صغيرة ونفس اللون اكمل اشتغل به بس على مود اسوي لها بلند ادمجه وي اللون الفوغة اوكي يا حلوين هسه راح اخذ هذا اللون اللي هو جاي شوية بنفسه جي اتصور به شي براون اندر تونز راح اخذها بفرتشة شعرها اسطناعي وي اجرجل ربحتي وراح اخليها بنص جفن المتحرك وراح اخليها بس صبع اهوار احلى بس طلع شوية غامق اكثر مما كانت متصورته راح اخليه على الفرشة وارطب الفرشة شوي بس على مد اشوف شنو يصير مثلا اوكي اللون اكيد راح يقوى اوكي اوكي سو هسه راح اجرب شي يمكن يخرب اللوك يمكن يمكن يخرب اللوك يمكن يصير حلو ما اعرف راح استخدم هذا اللون اللي هو بغبط فروستي وايت ابيض افتح لون بالفالة تيجي اسمه شنو ما مكتوب الاسماء راح اخلي بالنص العين ويمكن عجبني ما اعرف اوكي سو هسه عجبني اللوك بس احس انو محتاج شي فراح اخلي شوية غلتر غلو من ماركة نيكس وراح اخلي راح اخذه بصبعي بالضبط بنص الجفن وما راح اصعده هواية يعني على الطرف وراح اخذ البيجمنت من ماك هسه يا حبايب حتى لو ضفت هذا البيجمنت من ماك حسيت انو يحتاج شي اكثر يعني بنص العين على مود يجلب النظر فراح استخدم هذا الغلتر من ماركة نيكس كوزمتكس فايس ان باري غلتر هسه راح ارجع على هذا اللون نفسه ومثل الاغمق الغلتر حسيت انو هتشي لوك محتاج ايلاينر فراح استخدم الايلاينر راح استخدم الايلاينر راح استخدم الايلاينر من برانكس كولرز وراح اخذ فورتشة صغيرة هتشي تجي على زاوية من مركة بركة لاشيس اسمها البي 15 وراح ارسم ايلاينر اوكي وهذا راح اخذ ميكاك رموور وانظف تحت عيوني لانه صارت شوي كوارث بالغلتر وهي جثوارث بما انو ايدي كلها عليها حتى لو غسلتها وما راح كلها فاليوم راح اخلي بفرشة راح استخدم اليوم الانفاليبل متفايين بايس من لوريال باريس هذا الفرايمر اشي سوي راح اوخر اللمعة من الوجه يعني لانه هو متفايين فراح اوزعه على كامل وجهي والفاونديشن راح اكون اليوم الميبلين سوبرستي 24 فول كوبرج فاونديشن انا عندي رقم 21 نود بيج راح استخدم نفس الفرشة واوزعه بكريم والتغطية مالته عالية لازم ننزلع على الرقبة لانه الرقبة اصعب ما كان من جسم ياخذ لون اسا اخدت البيوتي بلندر وراح بس اتاكد انو كل شي يدخل بالبشرة يعني يصير واحد وية بشرة وانسير لك العادة راح يكون ما راح اخلي كل شي هواي ما راح اخلي هواي ما راح اخلي هواي انصبغ الوجه وبن بيوتي بلندر بيوتي بلندر بيوتي بلندر ندوجه كل شي لما اني سرعتكم مرات هيجي شي تخلون هواي كنسيلر شتسون لازم اضيفون شوية كريم اساس وترجعون عليه على موضة تخففون شوية وما يصير حد يعني كلش قوي بين الكنسيلر وبين الكريم الاساس راح نتاكد انو ما اكو اي خطوط صايرة بدل الكنسيلر مالتنا بدل اكو شي اليوم قاعي يصير كلش غريب الكنسيلر مالتي اللي ما يخطط اتاال جاي يخطط عضل مواي راح استخدم هاي البودرة من برونكس كولرز اسمها كومباكت باودر و راح اخليها على باقي وجهي هي شوية اغمخ من لون وجهي فراح تصير شلون اثبت بها البرونزر بعدين راح اروح على هاي البالت من ماركة وتن والد اسمها وتن والد ميجا غلو كونتورينج بالت دولزة دالتجة راح اخذ لون الكنتور و شوية عمود اسوي كنتور للانف و شوية و شوية قليل راح اضيف شوية بعد برونزر من ال Naked Urban Decay فلشت بالت هذا اللون شوية 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 قليل نفس هاي البالت راح اخذ لون احمر الخدود الهايلايت راح اخذ هذا الهايلايت من نيكس ميكب اسمه دوو كروماتيك إلومينايتينج كاودر اسمه سنوروز رقم اربعة هو هايتي يجي مبينلكم هسا ابيض بس لما تجي علي الشمس بهيتي مثل الريفليكتس ورديات على نفس الجيار يخبل خدرو احسا راح نسوي راح نرجع عالبالت مالتنا مالك لارا كازماتيكس وراح نبدي نشتغل تحت العيون اول شي راح اخذ اش راح اخذ راح استخدم اول لون استخدم ده على عيني سوي لسموكي سموكي تحت العين وهذا اللون راح اسحبه لجوه يعني راح اسحبه اخوايا لانه اريد عيني تاين كل شي سموكي بعدين راح اخذ اللون اللي شوية اضمق من عنده راح اخذه ادفرته اصغر وراح اقربه على العين اقربه على العين راح اخذ هذا اللون البديع هذا اللون راح يصور كلش قريبه على الرموش وبعدين راح اخذ هذا اللون الابيض واخلي اه بالوسط يعني على الرموش السفلية اهنا بطابه وراح ارجع على هذا اللون واغمك شوية على السطحات راح اسوي حواجبي واخلي رموش وارجع لكم بكل سرعة اوكي يا حلوين رجعت لكم بحواجب ورموش وشكلي كلش بغير هسا اخر شي راح انخلي هو الحمرة راح استخدم هاي الليب كيت من ميكاب رابولوشن اسمها الريترو لكس مات لب كيت سو اللي يجي بها الحلو كلش عاجبني انه يجي بها قلم تحديد وعدين تجي بها الحمرة انا اختارت هادا اللون اتصور كلش هادا راح يصير هادا اللون اسمه رين وحنا يا حبايب خلص الفيديو مادتنا امال هذا اليوم هذا اللوك الوردي على هاتشي فضي على هاتشي لماعي اللي خلطته هسا انا على وجهي اتمنى يكون عجبكم بقد ما انا عجبني اليوم صدق اتوانست لما نسوت لكم هذا اللوك اول شي بالبداية قلت هذا اللوك راح يصير حلو لا لا بس بعدين بالنهاية بصراحة كلش عجبني واتمنى انتو هم عجبكم فمثل كل مرة يا حلوين اذا عجبكم هذا الفيديو لا تنسون تطوله لايك ثمز او تشتركوا بقناتي وتدوسون على الجرس على مود يوتيوب كلما انا زل فيديو جديد وشكرا على متابعتكم واحبكم هواي هواي واشوفكم بالفيديو الجاي